تتوافد الجماهير الكويتية والخليجية على منفذ العبدلي لحضور منافسات بطولة كأس الخليج خليجي 25 في البصرة في الجمهورية العراقية وسط جهود كبرى تبذل من قبل وزارة الداخلية ممثلة في منفذ العبدلي لتسهيل إجراءات دخول وخروج الجماهير من وإلى الكويت وتجاوز عدد الجماهير التي خرجت من منفذ العبدلي اليوم الجمعة قرابة 20 ألف شخص دخلوا الأراضي العراقية لحضور المنافسات الخليجية هكذا كان المشهد في منفذ العبدلي شمال البلاد توافد جماهير كبير من قبل مواطني مجلس التعاون لحضور منافسات خليجي 25 وسط جهود كبرى تبذل من قبل الرجال وزارة الداخلية على مدار الساعة لتسهيل حركة دخول وخروج الجماهير تسهيل كافة الإجراءات الأمنية بالنسبة لجمهور خليجي 25 الكويتين والخليجيين وتذليل كافة الصعاب لجميع الجمهور ومرتادين المنفذ والمسافرين وتوفير جميع سبل الراحة الأيام السابقة كان هناك طبعا عدد لا يتجاوز الست آلاف أو سبع تالاف على حسب الأيام ونوعية المباراة وحسب الحضور الجماهيري بالنسبة للكويتين والخليجيين لكن اليوم أنا أتكلم عن اليوم بالذات مثل ما تشوفون الوضع عندنا في المنفذ ما شاء الله تبارك الرحمن قبال جماهيري لم يسبق لمثل ما قلت قرابة 20 ألف مواطن خليجي خرج اليوم من منفذ العبدلي إلى الجمهورية العراقية تحديدا محافظة البصرة لحضور منافسات خليجي 25 وسط تعاون كبير من قبل رجال وزارة الداخلية مع جماهير الخليج الإحصائيات تتفاوت وبتزايد طبعا عندك اليوم أتوقع أن الإحصائية لم يسبق لها مثيل لمنفذ العبدلي يمكن راح تتجاوز 15 إلى 20 ألف بالنسبة للمغادرة بالنسبة للجمهور الكويتي والخليجيين بيوجه كلمة للجمهور الكويتي والخليجي يسامحوننا اليوم على بعض التأخير اللي قاعد يتم في منفذ العبدلي لكن هذه أمور خارجة عن الإرادة المنفذ بكامل طاقة الاستيعابية بالنسبة لوزارة الداخلية وأيضا الإدارة عامة للجمارك لكن مثل ما قلت لك الوضع لم يسبق لمثيل من قبل بالنسبة للجماهير ومرتدين المنفذ لكن يسامحوننا شوي على التأخير وإن شاء الله نبذل قصار الجهد لتوفير كافة السبل للجمهور لوصولهم إن شاء الله ومشاهدة المباراة بكامل الأريحية إشادة كبيرة من قبل جماهير دول مجلس التعاون بحسن التنظيم وسهولة الإجراءات في منفذ العبدلي جهود كبرى تبذل من قبل رجال وزارة الداخلية في منفذ العبدلي شمال دولة الكويت في سبيل تسهيل دخول وخروج الجماهير الكويتية والخليجية للمشاركة في منافسات خليج 25 في الجمهورية العراقية رافقتكم السلامة من منفذ العبدلي فهد التركي تلفزيون دولة الكويت